هذا العدو اللي هو الخطيئة جلب العدو الآخر الموت ليه بنموت نتائج الخطيئة أحد أسباب التجسد أخيرا الله أرسل ابنه متجسدا ليه في كل حياته قاوم الخطيئة وانتصر عليها انتصارا مهولا مطلقا وقف المسيح ومحدش يقدر يقول المسيح أخطأ محدش يقدر يقول الكدوس الكامل وعايز أقول ان الكدوس الكامل بدون الاستعانة بإمكانياته اللهوتية أي بإخلاصه وإصراره ومثابرته وجهاده الروحي يعني هو كمان نجح بمقاومة مش تجربة كل التجارب حتى أسكت الشيطان عندما جربه وكمان الكتاب يتكلم عن هوية يسوى عن شخصية انه كان مجربا في كل شيء طبعا معدى الخطيئة يعني مش في معركة في كل معارك التجارب هو انتصر نعم خلينا نقول انه دايما التجارب لها مصدرين لإما تجارب نابعة من داخلنا لإما تجارب جاية من الخارج المسيح لم يجرب بالتجارب النابعة من الداخل لأنه ليس فيه الشر طبعا آدم ما كانش فيه الشر آدم كان مخلوق بلا خطيئة مش كده فجرب من التجارب الخارجية الضغوط الخارجية سقط المسيح نما كإنسان لم يكن فيه طبيعة الخطيئة الداخلية هو قال كده مش كده والكتاب قال كده وكلنا نؤمن بكده انه كدوس تمام لكنه عرض عليه الشر من الخارج رفض وبدون الاستعادة بإمكانياته اللهوتية بدون الاعتماد على إمكانياته ترجمة نانسي قنقر